اهلا بكم احبا في الله نهاردة نتكلم عن تفسير رؤية الفقران في المنام الفقران في المنام احبا في الله تنقسم لقسمين قسم اذا كنت انسان او شخص مصاب بسحر او اذا كنت انسان عادي وشوفت الفقران في المنام عايزك تعرف اخي الكريم ان النبي على صلاة والسلام امر بقتل الفقران في الحل والحرارة لان هاي من الفوسق فمن مجرد ما بتشوف فقر في المنام اعرف ان في شخص غير جيد في حياتك ربما ان الشخص ده مقرب منك حاول ان انت تحذر منه لان الشخص ده ما بيحب لكش الخير على سبيل المساء لو شفت فقار في المطبخ بتاعك تعرف ان في شخص غير جيد قريب منك جدا ربما يكون صديق مقرب ليك الصديق ده بيحاول يأذيك في عملك بيحاول ان هو يسبب لك المشاكل من غير ما تحس وبيبين لك ان هو بيحبك لكن هو انطال او نستطيع ان هو هيقتلك هيقتلك فمجرد ما بتشوف فار في المنبغ بتاعك او في بيتك تعرف ان في شخص غير جيد وقرب منك جدا بيحاول يأذيك في العمل بتاعك اخت الكريمة لو شفت فار في غرفة نومك سواء كنت متزوجة او كنت حسباء اعرف ان في شخص ربما انت مرتبطة به الشخص ده غير جيد يعني تماما ليك شخص بيعشمك بالجوازل ولكن هو في الحقيقة يعني استحال ان هو هيتكوزك لان الشخص ده غير جيد وغير مناسب ليك تماما حاول ان انت تبعيتي عنه لان هن الرؤية بتكون ليك تحذرية اما في حالة اخت الكريمة لو كنت متزوجة وشفت فار في غرفة نومك فعايزك تركز كويس جدا وتاخد بالك ربما ان في شخص مقرب منك او يعني بيتكلم معاك وانت على صلة بي من ورا كوزك او آآ ولكن في الحقيقة الشخص ده بيقول الكلام وبي يعني وبيحاول يفرق ما بينك وبين جوزك حاولي ان انت تاخد يبالك كويس جدا لان الشخص ده غير جيد وهيسبب لك المشاكل وربما ان هو هيفسد الهلاقة ما بينك وبين جوزك ايضا اخت الكريمة لو شفتي مجموعة من الفران في بيتك لازم تنتبه كويس كدا وتعرفي ان في ربما ان في واحدة آآ هي وبناتها او هي واولاتها دخلوا بيتك الاشخاص دول ما بيحب الكيش الخير وطبعا على القدر او على قد عدد الفران اللي انت شفتيهم على قد آآ يعني هتحاول تقرنيها بالانسانة او بالمرأة في الحقيقة يعني مسلا لو شفتي آآ فارة ومعاها تلات فران صغيرين شوفي مين اكتر واحدة او يعني اكتر واحدة انت على علاقة بيها او على صلة بيها آآ اللي هي بتكون واحدة وتلات بناتها او تلات اولاتها اعرف ان هي الشخص الانسانة دي ما بتحب الكيش الخير لا هي ولا اولاتها فلازم تكون تنتبه وتكون على حذر علشان مشابه بالكيش المشاكل لان هم معا في الحقيقة حقدين لك والرؤية هنا زي ما قلتلك بتكون رؤية تحذيرية ايضا لو كنت شخص مصاب بسحر او كنت مصابة بسحر وشفتي فار ضخم بيجر وراكي اعرف ان ده خادم آآ الجن آآ بيحاول يتربس بيكي بمجرد ما بتشوف الرؤية دي تحاول تحصاني نفسك بالقرآن وتستمع بالرؤية الشرعية وسورة البقرة للضرورة وربان يعفزك ان شاء الله من اي سوء فحبا في الله آآ ايضا لو شفت ان في فران عدتك تلمت عليك او حاولت ان هي تعودك او تخربشك وبعد ما قمت انهم لقيت اثر للعط او آآ اثر للعطة او الخربشة بتاعت الفران تعرف ان انت مصاب بسحر حاول تمشي على برنامج علاجي آآ رقية شرعية زائد اتفك السحر وربنا ان شاء الله يحفظنا وياكم جميعا حبا في الله عايزكم تعرفوا ان اي فران تشوفها في المنام سواء ان آآ الفران دي كانت حمراء سوداء ايا كانت رمادي اعرف ان الفران دي اشخاص غير جيدين في حياتكم محاولوا آآ ان انتوا تكون على حذر منهم ربما الاشخاص دول يسبب لكم مشاكل وربما المشاكل دي تكبروت ويعني تتحول لك ورس ما سوف اكلكم احبا في الله لو اي حد شاف آآ رؤية او حلم في المنام آآ بتدل على الفران على الفقران ياريت يكتبها لنا في تعليق اسفل الفيديو او اي شيء يتعلق بالفقران ياريت يكتبها لنا في تعليق اسفل الفيديو علشان نظر نفيد بها ناس تانية متنسوش تشاركوا القناة وتفعلوا قراش علشان توصلكم جميع فيديوهات العصرية وعلشان قناتكم توصل لك بالقدر ممكن من الناس دمتم فرعة الله وامني وليل قوية اخر والسلام عليكم ورحمة الله